اسمحيه أستاذ أميرة نرجع خطوة الورق بمكلم عن أطماعه وإزاي ده ربما محرك لإعادة جزء من شعبيته من خلال مدعبة كده إيه مشاعر الأتراك بالتاريخ الاستعماري يعني حدرتك ذكرتي ويمكن هي أخبار انتجرت أنه البرلمان اللي بيعايز ياخد خطوات في إطار القانون الدولي اعتراف أردوغان إلى أي مدى مفيد في هذا الإطار وهل إحنا لسه في منطقة المنوشات القانونية والإجراءات عبر الورق والمحادثات السياسية في طولات حوار ولا احنا نتكلم عن وضع يخلص عسكريا أردوغان في مؤتمر برلين أعلن عدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة مؤتمر برلين كان فيه 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية شكلوا لجنة متابعة دولية لمواصلة التنسيق حول ليبيا وأعلن جميع المشاركين أنهم بيتعهدوا بعدم التدخل في النزاع الداخلي في ليبيا طيب لما أردوغان في برلين يعلن أنه لن يتدخن في الشأن الليبي ولن يرسل مقاتلين ولن يدعم طرف في هذا الصراع وبعدين في نفس الوقت يبدأ من يومين ثلاثة الجيش الوطني الليبي يعلن عن ضرب سفينة محملة بالأسلحة في ليبيا تمام يبقى أنت بتبعت أسلحة والنهاردة بتبعت مرتزقة وإرهابيين مجلس الأمن ليه قرارات في الشأن الليبي بشأن حظر الأسلحة لم يلتزم بأين منها؟ الاتحاد الأوروبي يبدأ في الإعلان أنه سيفرد إجراءات في البحر لمنع أي سفن أو مراكب تنقل أسلحة وتخرق قرارات مجلس الأمن وحظر السلاح لليبيا كل ده كل التفاصيل اللي بتركب الصورة الكبيرة بيبعت أسلحة بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن بيبعت إرهابيين بالمخالفة لقرارات برلين حتى مش هنتكلم عن الأطمع الاستعمارية إنما حتى الشأن الدولي هذا الأمر مش هيفضل المجتمع الدولي صامت أمامه لازم هيبقى فيه إجراءات ضد أردغان أظن هذا وقريبا سيما أنه حفتر أعلن والجيش الوطني الليبي أعلن أنه لن يلتزم بمقرارات وقف إطلاق النار طالما فيه إرهابيين ومرتزقة وناس بتحربوا يعني بتحارب جيش نظامي على أرض يعني بتحارب الجيش الوطني الليبي فهنلتزم بوقف إطلاق النار زي إذا كان فيه إرهابيين بيرتكبوا عمليات إرهابية وأسلحة بتيجي يعني المصار السياسي القانوني ولا العسكري أستاذ أميرة في هذا الإطلاق؟ أنا أظن أن المصارين حيمشوا مع بعض أنا أظن أن الجيش الوطني الليبي وهم أعلنوا قال لقد نفذ السبر أظن أن الجيش الوطني الليبي لن يصمت على جرائم المرتزقة الإرهابيين اللي باعتهم إردغان وحتبص تلاقي مثلا قبائل ليبيا مبارح مطلعين بيان عظيم دعم الجيش الوطني الليبي وحسوا على أنه يتخذ الإجراءات لحماية ليبيا وحماية التراب الليبي من المرتزقة والإرهابيين الخريطة هي القبائل والشعب الليبي يدعو بالجيش الليبي الجيش الوطني الليبي أعلن صبر ونفذ المجتمع الدولي أوروبا بتتحرك لمنع الأسلحة وصول الأسلحة لليبيا بس تحرك سوريا أستاذ أميرة لأنه نكلم أنه أردغان في إيده وكروت بيلوح بيها كل شوية اللاجئين هفتح البوابة عناصر إرهابية قادمة من سوريا والعراق يعني دي لهجة متكررة لدرجة أنه يعني لسه دول أوروبية بتقدم معونات آه لا هو مش تحرك سوري هو تحرك أولي يعني أوروبا لما تقول هنفرد إجراءات في البحر المتوسط لمنع وصول أي سفن أو مراكب تركية بالأسلحة لليبيا خرقا لقرار مجلس الأمن هنا دي خطوة أولى ما الذي سيدبعها طب ماذا لو لقوا سفن فيها أسلحة حيمنعوها هيتعرضو لها حيرجعوها تمام أثر ده إيه على هذه الدول دول الاتحاد الأوروبي وعلاقتها بالأمم المتحدة وبمجلس الأمن هيروح يقولوا لإيه المجلس الأمن هيروح يقولولوا لقينا سفن تركيا بتخرق قرار حظر التسلح لليبيا وبتبعت إرهابيين ومرتزقة بصي فيه خريطة جديدة الآن بتتشكل عمدها الجيش الوطني الليبي اللي بيحرر ليبيا من الإرهابيين والمرتزقة لو ما فيش جيش وطني ليبي ما كانش بقت فيه كل الحوارات ففيه خريطة جديدة مشهد جديد بيتشكل في ليبيا الجيش الوطني الليبي يحرر الأرض أعلن إن صبره نفس البرلمان الليبي عايز يقاضي أردوغان والسراج نتيجة لمخالفتهم قرارات برلين دول برلين تترقب المشهد اتحاد الأوروبي بيرائب البحر دي تفاصيل ما كناش بنتكلم عنه الأسبوع اللي فات هو يلوح دائما بالإرهابيين وباللاجئين لكن هذا التلويح لم يمنع مؤتمر برلين إنه ينبه عليه ما تبعتش حاجة ليبيا لم يمنع على الاتحاد الأوروبي إنه يقول حنراقب السفن ولا نسمح إذن التهديدات أوروبا خلاص ودنها بقت بتسمعها بطريقة مختلفة إنه ده نوع من أنواع العمل الإرهابي ودعم الإرهابيين اللي مش هيسكتوا عليه